السلام عليكم دلوقتي انا اقول لك ازاي تقدر تعمل فيديو بالزكاة الاصطناعية وتقدر ترفعه على اليوتيوب او تيك توك تابع معايا كده الفيديو ويا ريب تدعني باللايك وسبسكرايب للقناة وانا ما بحبش اطول في مقدمة الفيديو ويلا بنا على الشرحة على طول دلوقتي انت هتفتح الموقع اللي قدامك ده اسمه Movie AI Avatar دلوقتي الموقع ده بيقدم لك اي شخصيات انت عاوزها او عاوز تتعامل بيها مبيش مشاكل ومجانية 100% الشخصيات اللي قدامك دي مش مش شخصيات حقيقية اصلا دي رسومات عن طريق الزكاة الاصطناعية لو كنت تبغط على كلمة create video هنا هتلاقي فيه landscape وعندك portrait اللي هو landscape ده اللي بتستخدم لليوتيوب والportrait بتستخدمه للستوريهات التيك توك او الواتساب او الفيسبوك او اي منصة تواصل اجتماعي بتقدر تستخدم الستوريه دلوقتي انا اختار landscape وانت حسب راحتك ممكن تستخدم اللي هو القصص انا هستخدم دلوقتي فيديو عادي جدا على اليوتيوب علشان اقدر ارفعه وقدم محتوى بيه على اليوتيوب زي ما انت شايف كده بيديلك افاترات او في المنصة دي بيديلك كل انواع الافاترات اللي انت قدر تستخدمها علشان تخليها تقدم محتوى مكانك وكمان هتقدم بيها بصوتك انت او تكتب له سكريبت وانعرف كده ما بعض في فيديو ده لو جيت تبص عندك هنا على افاتر برو وعندك هنا افاتر لايت ممكن تستخدم الافاترات اللي فوق ديه هو علما تيجي تحمل معاك هو ممكن ياخد وقت كبير شوية علما يجي يحمل لان الصور بتكون حجمها كبير حبتي لكن لما تيجي تعمل لها داونلود هو الموضوع ببقى سهل جدا مثلا انا اختار الافاتر اللي قدامي ده او اختار اي حاجة من دول انا اختار مثلا من الشخصية دي دلوقتي انت بس بتضغط كده جامب وتضغط دي السهمة ده تحت وبتبقى تعدل الافاتر بحيث انك تخليه مثلا تأول الفيديو كده تمام ده الشخصية اللي انا خليها تتكلم مكاني وخليها تعمل فيديو بدالي على اليوتيوب دلوقتي بضغط كليك يمين كده بالماوس وخلي الباكجراوند هنا باللون الاخضر تمام بعد كده هنا شايف العلامة دي هتشيلها في المونتاج وهقولك ازاي دلوقتي انا بروح مثلا عندي عليك كلمة تكست سكريبت دا السكريبت اللي هو هيقوله او هيقوله بدالي انا طيب مثلا انا هختار السكريبت ده انا عايز اغيره بعمل ايه حاجة من الاتنين يبتروح تنسخوا من على تشات جي بي تي وانا كنت قيل قبل كده ازاي تقدر تعمل حساب على تشات جي بي تي لكن دلوقتي انا اختار اي حاجة تانية يعني مثلا لو جيتها تحسينه على جوجل دا مثلا لو قلتله what is the eye تمام اللي هو قلتله ما هو الزكاء الاصطماعي او قلتله اي حاجة تانية باخد الكلام ده copy وبرجع هنا تاني بضيفه عندي هنا في الكلام ده وقوله best وانا متأكد انه هو يقول الكلام ده طب وانا افترض ان انا مش عايز اخليه يقرأ سكريبت ممكن تضغط على الكلمة هنا audio script ولو انت مسجل audio بره او صوت بره بتقدر تضيفه عادي مش مسجل بتضغط عليه ضغطة كده وتعمل انت record بصوتك انت بحيث لما تيجي تضغط على العلامة دي بيديك سماح فتح المايك ومن هنا بتقدر تسجل صوتك انت وهو يجي يقول الكلام بدلك لكن انا مش عايز الخاصية دي انا اعطيته script ودلوقتي انا خليه يتكلم بالسكريبت بتاعي ده طب المفروض علي ان انا اعمل ايه بضغط عليك كلمة سورة هنا اللي هي الصوت بتاعي هخليه زود صوت راجل او ذكر اختار هنا توني وقل له select زي ما انت شايف كده خلاص ده بقى شخصية راجل المفروض علي ان انا اعمل ايه بقى بنزل تحت كده وديش يعني الخلفية النهائية للفيديو ده بلوقت علي كلمة submit تمام وقل له هنا load and submit وبتستنى شوية و submit تاني تستنى شوية لحد ما يتم انتهاء الفيديو والفيديو بيبدأ يشتغل ويعمل توليد معك وهو زي ما انت شايف كده بيبدأ يحمل هنا هو ده 6% وبيبدأ يشتغل معك لحد ما يوصل 100% ولما يجي يوصل 100% هتلاقي فيه شعار او علامة زي ما انت شايف في الفيديوهات دي كده في فيديوهات كتيرة ممكن اقدر اعمل لها download مجرد بس مضغط على السهم ده هو دلوقت 16% كده زي ما انت شايف وانا هرجع لكم لحد ما يجي يوصل 100% وهنشوف احنا هنعمل ايه وزي ما انت شايف كده تقريبا بعد ما عده 3 دقايق بلاقي العلامة دي بضغط عليه ضغطه كده وزي ما انت شايف كده بعد ما الفيديو نزل بفتح كده المكان بتاعي وبعد كده بروح اشيله هنا وامضيفه على الـ Adobe Premiere هيبقى بالشكل اللي قدامي ده كده طيب دلوقتي المفروض علي ان انا اعمل ايه بشيل خلفية الخضرة دي بعد كده بروح علي كلمة effect وبقول له هناك بكتب K او بختار Ultra K بشيلها وامضيفها هنا كده وامرايح مسح الكلام او مسح الصورة دي كده وبروح عندي على البروجيكت تاني علشان اجيب صورة من جوه اه صورة مسلا انت تحتاجها او انت عايز تجيبها اه بتخليها خلفية وراء الشخص اللي هو بيتكلم ده انا مسلا ما اختار اي صورة عندي كده او اي خلفية عندي واما افترض مسلا اما كنت جايب صورة عن الزكاء الاصطناعي او اختار صورة الشترانجة دي بقوم جايب ضيفها هنا كده بقوم رفع دي شوية ومنزل ده كنترول زد لو في اي حاجة غلط تمام وزي ما انت شايف كده هتخليه يقدر يتكلم عادي هو قدامك هنا بيتكلم عادي جدا ويبدأ تخفيه وراه وبكده انت قدرت تصمم فيديو على اليوتيوب انت مش محتاج مثلا تطلع بصورتك او محتاج كاميرا بروفشنال او ماي بروفشنال او محتاج معدات تصوير علشان تقدر تطلع على اليوتيوب او تقدم محتوى انا اقول ترك كده ازاي تقدر تنشئ فيديو على اليوتيوب او تنشئ فيديو بالزكاء الاصطناعي الفيديو سهل ومسيط جدا والموقع هتلاقيه موجود في الرابط الرابط بتاعه في الوصف او التعليقات ولو احتاجت اي حاجه تقدر تتواصل معي في الكومنت فانا هرد عليك ان شاء الله ياريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة واشتراكم في حلقة جديدة ومع السلامة